اهلا بكم على عتبة عام من الشهور لبنان كان امام فرصة العمر لانجاز الاستحقاق الرئاسي من خلال الحوار الا ان هناك من اختار ان يبدد هذه الفرصة في بازار المصالح الشخصية والمزايدات الشعبوية ويوصل الامور الى الافق المسدود حتى اشعار اخر وهنا تبقى الاشارة الى ان ما يجب ان يسأل عن بدائل الحوار ويتحمل المسئولية فهو من عطل هذا الحوار عن سابق تصور وتصميم وفي هذا المجال اكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ان رئيس نبيه بري بذل اقصى جهده لاطلاق حوار رئاسي يفتح ابواب قصر بعبد المصدى لكن الشروط المستحيلة للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عطلت مبادرته واجهدت فرصة الحوار واعتبر جملاط ان الفيتو او التخبط الخارجي الناتج من خلافات اعضاء المجموعة الخماسية اتى بدوره ليزيد الطين بالله ويفاقم التعقيدات وبناء عليه فان رئيس مجلس النواب وبعد ان ادى قصته للعلا في هذا المجال لا يدعو الى اي جلسة الا اذا كانت ذات جدوى وبطبيعة الحال فان اي جلسة ليست مسبوقة بحوار ليس منها جدوى ويشدد رئيس بري في هذا السياق على ان مرشحه هو سليمين فرنجي وحتى الان ما في بلان بي عند الحدود الجنوبية اجبر الجيش اللبناني العدوى الاسرائيلي على ازالة خرقين للاراضي المحررة في مزرعة بوستراء وابعد دبابات المركافة اكثر من عشرة امتار اما في العراق فقد تحول فرح الى مأتم بفعل حادث الحريق المروع في قضاء الحمدانية واسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين وبفعل هذا المصاب الجلل اعربت المرجعية الدينية العليا في العراق عن بالغ الاسى والاسف وقدمت تعزيها وتضمنها للعوائل المكلومة فيما قد اعلن لبنان الرسمي والشعبي كل تضامن مع العراق الشقيق وشعبه وقد ابرق الرئيس بري الى القيادة العراقية معلنا مشاطرتها والشعب العراقي وذوي الضحايا مصابها ومتمنيا للعراق الامن والامانة والاستقرار ترجمة نانسي قنقر